أهلا بحضرتكم مرة تانية زي ما شفنا حجم الإنجازة لتعمل في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمة الطبية اللي بيحصل عليها المواطن كمان الاستعدادات الكبيرة الخاصة بتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية اللي هتنضم الفترة اللي جاية للمنظومة هنعرف تفاصيل أكتر بقى من الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثة بهيئة العامة بالهيئة العامة لرعاية الصحية اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو أهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير عليك صباح الخير أستاذ محمد شرفت بيكم النهاردة وكل أستاذ المشاهدين يعني الشرف لنا يا فندم بنكلم عن ألاف المواطنين في المحافظات المعنية هيتم طبعا ضمهم للتأمين الصحي الشامل حابين حارك تعرفنا أكتر عن المشروع وصل فين في المحافظات المرحلة الأولى طب خليني أقولها ملايين عشان هما ملايين مش ألاف ده هي ان شاء الله ملايين وهيبقى الاستفادة كبيرة ليهم ان شاء الله طيب قديكم نبزة سريعة كده عن فكرة المشروع سريعا عشان برضو الناس كلها تبقى متابعة معنا وبعد كده ندخل على التفاصيل بتاعة المحافظات احنا المشروع ده كان حلم الأول في خامة الرئيس ويعني ترتيبات شديدة وترتيبات كبيرة ان يبقى المنظومة تبدأ وتسير المركب فيها بدأت الفكرة ان احنا نبدأ بمحافظة بورسعيد يتم فيها منظومة تأمين الصحي الشامل بانضمام المستشفيات والمراكز والوحدات للتطوير والانشاء الجديد واتمام المنظومة بدأت الفكرة ان احنا يبقى فيه ثلاث هيئات هيئة مسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة مسؤولة عن تمويل الخدمات الطبية وهي هيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة الثالثة هيئة الاعتماد والرقابة وهي المسؤولة عن تسجيل واعتماد المنشآت الطبية داخل المحافظات التي تنضم للمنظومة زائد متابعة جودة الخدمات فيما بعد عشان تحافظ على لفل معين اللي هو محتوط الستاندرد أو هو محتوط يبقى هو المستوى الثابت لتقديم الخدمة الطبية وبالتالي تبقى هي مسؤولة عن متابعته خارجياً غير الهيئة اللي بتقدم الخدمة عظيمي أن يتم فصل الهيئات برافو عليك برافو عليك أستاذ محمد فهي أحسن حاجة اتعملت أن بقى فيه فصل الهيئات فكل واحد بيقدم دوره والثلاثة بيكتملوا في الآخر عشان يدهوا الخدمة للمواطن بتاعنا والمنتفع من المنظومة حصل إيه بعد كده؟ بدأت هيئة الرعاية الصحية الهيئة العامة الرعاية الصحية تبدأ تستلم المنشآت وتبدأ تراجع التجهيزات اللي موجودة جوه كل منشآة طبية وتبدأ توفر القوى البشرية والمان باور زي ما بنقول كده عشان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى وبالتالي بدأنا في بورسعيد تلاها محافظة الأقصر تلاها الإسماعيلية دلوقتي جنوب سينة بدأنا فيها الحمد لله والقدم إن شاء الله بإذن الله أسوان والسويس بنهاية السنة دي إن شاء الله عظيم بيتم تطوير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي ورفع كفائتها وبالإضافة إلى بناء مستشفيات جديدة عايزين نتكلم عن مستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات الأهلية لأن دي مهمة جدا برضو هل بيتم دمجها داخل المنظومة؟ هيل السؤال ده هيل جدا لأنه هو الفكرة كلها من المشروع زي ما قلت إن احنا نقدم خدمة كويسة للمريد أو المواطن المصري إن هو يبقى متطمن على الجزء الخاص بالصحة بتاعته عن طريق إن هو هيروح مستشفيات يتعالج فيها بنسب مشاهمات بسيطة طيب هل في حد ممنوع إن هو يخش المنظومة؟ لا كل الناس هتتكامل ويبقى فيه تكامل لتقديم الخدمة داخل المحافظة وبالتالي مثلا هتدرم مثال إن احنا عندنا محافظة فيها مستشفيات قطاع الحكومة ومستشفيات قطاع خاص وبعض المستشفيات الخاصة بشركات قطاع خاص وهكذا دي بتقدم الخدمة الصحية كله بيتكامل ما فيش حد مش مسموح لأنه يخش المنظومة التأمين بس الشرط الوحيد إن هو يكون بيقدم نفس المعايير والاشتراطات ويتم تسجيله واعتماده في هيئة الاعتماد والرقابة لتقديم الخدمة بالطريقة المعايير عايزين نعرف الفرق اللي موجود في الرعاية الصحية الجديدة أو الجديد اللي تم في الرعاية الصحية في منظومة طبعا التأمين الصحي الشامل طيب أنا عايز أقول فرق جوهري بين التأمين الصحي القديم والتأمين الصحي الشامل بمعناه الجديد محمد بيه التأمين القديم كان العيان بيتعب يروح المستشفى يقابل الطبيب المتواجد في المستشفى وياخد العلاج بتاعه ويمشي القصة الوقت بدأت تبقى يعني متش مور ارجنايز أو التنظيم بتاعها أحسن في المرحلة الجديدة ده بناء على التطور اللي بيحصل بين كل الحاجات اللي بتشتمل في حياتنا كل حاجات بتتطور ولازم نتقدم ولازم بفي خطوات جديدة لقدام طيب إيه الفرق الجوهري ده؟ إننا بفي حاجة اسمها وحدة ومركز اللي هو البرائماري هيلف كير أو المرحلة الأولى من التشخيص والعلاج إنه بقى فيه كل عدد من المواطنين مربوط على وحدة ومركز في حالة ظهور أي حاجة مفاجئة إنه هو بتوجه للوحدة والمركز ودي بنسميها المرحلة الأولى من التشخيص والعلاج المرحلة الثانية إنه هو بعد ما يخلص هذه المرحلة بيطلع على المستوى التاني من الخدمة الطبية اللي هي المستشفى اللي فيها التخصصات العامة طيب احتاج للمستوى الثالث اللي هو الـ Advanced Level أو التخصصات المتقدمة طبياً والجراحات الضقيقة وده المستوى الثالث وبيبقى موجود في بعض المستشفات زي ما قلنا كده أو يعني زي ما عرضته في مجمع الإسماعيلية إن ده المجمع فيه الـ Secondary والTurtary اللي هو المستوى الثاني والثالث من الخدمة الطبية فبقى الفرق إن العيان بتاعنا أو المنتفع من الخدمة بيعدي على مرحلة أولى زي مرحلة الفرز اللي هي الوحدة والمركز بدل ما كل الناس تروح على المستشفى ويتم هدر القوى البشرية والمستلزمات والحاجات اللي هي دي كلها بقينا بنحفظ عليها إن فيه مرحلة الأولانية اللي هي الوحدة والمركز بيروح الأول يقابله طبيب الأسرة يشوف المشكلة فين ويبدأ يتعامل معاه لو هي مشكلة بسيطة خلص ووقف عند المرحلة دي في النقطة دي تحديدا هل ممكن يدخل التطبيب عن بعد فيها ولا ده بيبقى لمراحل ما بعد كده اللي هو خلاص الطبيب بيعالج بشكل المريض بيتابع بشكل دوري مع الطبيب فبياخد علاج فممكن من خلال التليفون أو من خلال الإنترنت دايما أسألتك فيها حاجات جميلة وفيها حاجات حديثة احنا التليميديسن أو التطبيب عن بعد احنا بنستخدمه مش في المرحلة الأولى ولكن هو في المراحل المتقدمة بمعنى أننا عندي استفسار أو حاجة من واحدة أو مركز لطبيب أو استشاري في مستشفى والحالة لا تستدعي أنه يروح دلوقتي بس فيه استفسار أو يعني زي كيس بريزنتيشن عايز يعرض الحالة على استشاري في مستشفى فمش لازم العيان يتحرك لو الحالة مش إرجنت لو الحالة مش مستدعية الوصول لطوارئ أو الذهاب إلى مستشفى فيها التخصصات العالية فيتم ربط القصة دي عن طريق التليميديسن أو التطبيب عن بعد طيب في عندي بقى حاجة تانية أنا عندي مثلا أسادزة واستشاريين موجودين حاليا في تخصص دقيق جدا مثلا في محافظة الإسماعيلية وأنا في اللقصر عندي عيان عشان يقطع المسافة دي كلها التخصص ده مش موجود حالا دلوقتي حالا هيبقى موجود كمان يومين أو الاستشاري هيبقى متواجد بعد 48 ساعة وأنا عايز دلوقتي أخذ رأيي أستاذ متخصص في القصة دي فبنعمل التطبيب عن بعد وفيه أخصائي متواجد لهذا التخصص بيتواصل مع الأستاذ الجميع أو الاستشاري عن طريق التليميديسن أو التطبيب عن بعد وبالتالي بيأخذ الخدمة بتاعته وهو في مكانه دكتور حب أتكلم مع حضرتك برضو سريعا عن التكلفة لأنه المواطن هيدفع مبالغ رمزية تكاد تكون 300 جنيه تقريبا حتى لو العملية خلينا نتكلم عمليات بتتكلف مبالغ هيلة الدولة هيلة هتتحملها لو حتى وصلت إلى 250 ألف أو أكتر فمدى صحة الكلام ده إيه؟ طيب خلينا نقولها برضو أن احنا فيه برضو عشان يبقى الناس عارفة بالظبط إيه اللي بيحصل المنظومة اللي بتدخل في محافظة وبيبدأ الناس تشترك وتبدأ خش فيه تفعل الاشتراك بتاعها جوه منظومة التأمين الساعة الشامل بيتم دفع اشتراك شهري بنسب رمزية هنقوله طبعا دلوقتي عشان الناس تبقى فاهمة وفي نفس الوقت بيبقى فيه حاجة اسمها نسبة مساهمة من التدخل اللي حصل في المستشفى يعني زي ما حضرتك قلت كده أستاذة بسانت أنا عندي عملية تكلفة 100 ألف 300 ألف 400 ألف أيا كان الرقم انتوا عارفين دلوقتي مثلا عملية القلب المفتوح بتعدي نصف مليون في بعض الدعمات الدوائية في حالات الأسطرة القلبية يعني بتعدي مئات الألوف هو نسبة المساهمة اللي جوه المستشفى من العملية دي الحد الأقصى لها 300 جنيه الحد الأقصى لها 300 جنيه مهما كانت تكلفة العملية طيب الاشتراك الشهري ده بيبقى حاجة شهرية بتتدفع بانتظام للمنتفع دي نسبة للموظف الحكومي أو اللي يزي يعمل فيه الكادر الحكومي والقطاع الحكومي واحد في المئة من مرتبه يعني لو افترضنا أن واحد مرتبه الشهري 3000 جنيه ده الصافي اللي بياخده هيتخصم من المنبع 30 جنيه اللي هي واحد في المئة شهري شهري بس مقابل كل الخدمات اللي في الدنيا ويدفع نسبة المساهمة اللي هي الحد الأقصى بتاعها 800 جنيه طيب الناس بيفرق عندها قوي يا دكتور طريقة التعامل المعاملة من الدكتور للمريد دايما المريد بيبقى متخيل أنه حالته هو الوحيد اللي تعبان في الدنيا يا ربنا يشفي طبعا كل مريد ويعفيه لكن بيتخيله بيعنده حالات كتير قوي فقد يتخيل بعض أنه دي لا مبالاة من الدكتور لكنه بيبقى مركز مع الحالة طريقة التعامل يعني احنا دلوقتي بنقدم فيه تشخيص مبدائي ولما موضوع تطلب الأمر أنه يدخل مستشفى يجري عملية جراحية حتى لو تكلفت زي ما حضرتك بتقول ممكن تتصل لنص مليون هو دي أكبر عملية تقريبا هو هيدفع منها فقط 300 جنيه فده بالنسبة وبرضه بالنسبة للتحاليل وبالنسبة للعلاج كل الكلام ده داخل المنظومة المعاملة عاملة ازاي انت نهارده متقلق معلش اسمح لي لأنه هو الناس بتفرق عندها جدا يدخل الدكتور يلاقيه مستعجل وبتكلم بسرعة ومش عارف ايه طب هقولك حاجة احنا مش بس الدكتور يعني انا بقولك انت نهارده متقلق لأن الأسئلة دي احنا هو دي فعلا الحاجات اللي بنشتغل عليها فانوا بسوك جدا ان انت قلت السؤال ده ده احنا بدأنا من فرض الأمن شفت احنا بفكر ازاي بقى كل حد بيتعامل معه هقولك عملنا ايه احنا احنا لاحظنا حاجات زي كده ليه لان احنا كلنا احنا بنى قدمين في الاخر فكل واحد الكالتشر والثقافة او يعني المكان اللي بيبقى خارج منه بيبقى له طريقة معينة في التعامل مش كلنا زي بعض ومش كلنا درسين نفس الدراسة وهكذا فاحنا خدنا بالنا ان احنا في بعض الحاجات من الناحيتين يعني بعض المواطنين لسه مش مؤمنين قوي بالفكرة ولسه مش مصدق ان هو يخش المستشفى هيتعالج ببلاش في المستوى اللي احنا شفناه دلوقتي فهو لسه فيه ناس متحفزة لسه فيه ناس مش فهمة وبالتالي عندنا احنا برضو جوه المستشفى فيه ناس لسه مش عارفة تتعامل بالطريقة الجديدة او الطريقة اللي احنا كلنا نفسنا فيها اشتغلنا على ايه اشتغلنا احنا عندنا في حاجة اسمها soft skills و hard skills ال hard skills دي الناس الفنيين يعني الفني الممرض الطبيب المحاسب المالي بلسم ياخد حاجات hard skills او اللي هي بنسميها المهارات التي تنمي الجزء الفني عنده وفيه حاجات اسمها soft skills طبعا تفاهمي الكلام ده بس عشان نشرح لناس soft skills دي يعني how to communicate ازاي تتواصل مع الناس ازاي تحس بالresponsibilities ال resilience او المرونة يبقى عندنا ازاي مرونة في التعامل مع الناس واعتقد ده tackling السؤال بتاعك ده هو ده السؤال فانا جبت كل عنصر جوه المنشاقة الطبية بتاعتي وبدأنا نشتغل عليه وكان من اول فرض الامن لغاية الدكتور انا في عندي حاجات لازم يبقى اعرفها ك soft skills او مهارات تعامل مهارات تعامل بالزبط مهارات تعبازكس حتى لا يتخيل البعض يا دكتور محمد انه لمجرد ان الخدمة مجانية فالمعاملة وحشة دكتور محمد وضح لها طبعا هذا الامر طبعا مرشكر حضرك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا دكتور محمد عقاد مدير ادارة الرعاية الثانوية والثالثة بالهيئة العامة للرعاية الصحية شكرا جزيلا انيك فانا شرفت بيك يا محمد قديو شكرا حضرتك لأجودك معنا